أصدر صاحب السمو الملأكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أمره الكريم إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بعمل صيانة فورا لحديقة المحرق المعلقة وفتحها أمام المواطنين بصفة عاجلة لتحقق الأهداف التي أنشأتها الحكومة من أجلها لتكون متنفسا لأهالي المحرق بشكل خاص وللمواطنين عامة ووجه سمو وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لإخضاع المرافق العامة التي ينتفع بها المواطنون ويتم استخدامها بصورة يومية ومستمرة إلى صيانة دورية تضمن حفاظها على مرافقها وخدماتها التي تم تسخيرها لخدمة وراحة المواطنين